اشتركوا في القناة مرحبا بكم نشرة الاخبار من قناة عدن الفضائية استيلها بالعنوين وزير الخارجي يؤكد ان الحكومة تمد يدها لسلام من اجل استعادة الامن والاستقرار في اليمن ووقف نزف الدم مقتل وجرح عددا من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بمحافظة تعز والميليشيات ترد بقصف الاحياء السكنية الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يسيطران على مواقع جديدة في محافظتي الجوف ومأرب ومقاومة البيضاء تدك مواقع الانقلابيين بالمدفعي اهلا بكم بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساه للعميد حميد هادي العبيدي والشيخ احمد هادي العبيدي في وفاة اخيهم الشيخ محمد هادي العبيدي اضو المجلس المحلي بمحافظة حجة واشاد نائب الرئيس بمناقب الفقيد وسعيه في الاصلاح بين الناس وخدمة المجتمع وحل مشاكل المواطنين والصعي لتلبية متطلباتهم عبر الفريق الركن علي محسن عن تعازيه لأسرة وآقارب الفقيد وكافة آل العبيدي سيلنا الله ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان اجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجي عبد الملك المخلافي اتصالا هاتفيا بنظيره التركية السيد مولود تشاووش اوغلو عبر وزير الخارجية خلال الاتصال عن ادانة الحكومة اليمنية لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها جمهورية تركيا الشقيقة محملا الوزير التركي نقل تحيات فخامة الرئيس عبد ربا منصر هادي رئيس الجمهورية الى نظيره رئيس جمهورية تركيا رقب طيب اردوغان كما عبر الوزير المخلافي عن تضامن الشعب والحكومة اليمنية ووقوفهما الى جانب تركيا قيادة وحكومة وشعبا مؤكدا ان ارادة الشعب التركي تمكنت من المحافظة على الديمقراطية وعلى الحكومة التركية المنتخبة ديمقراطيا وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ان امن واستقرار تركيا يعتبر عاملا رئيسيا في امن واستقرار المنطقة والعالم من جانبه عبر وزير الخارجية التركية عن دعم بلاده الكامل للحكومة الشرعية ولمشاورات الكويت مؤكدا حرص بلاده على عودة الشرعية الى اليمن وان تكلل المشاورات الحالية بالنجاح وعبر مولود اوغلو عن امتنانه لوقوف بلادنا الى جانب تركيا لافتا الى ان الانقلاب على الشرعية تم انهاؤه بصمود وعزيمة الشعب التركي قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجي عبدالملك المخلافي رئيس الوفد الحكومي ان الحكومة تمد يدها للسلام من اجل استعادة الامن والاستقرار في اليمن ووقف نزيف الدم واضف المخلافي في كلمته في الجلسة الافتتاحية من الجولة الثانية من مشاورات الكويت ان القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والاحزاب السياسية الداعمة للشرعية يؤكدون على تمسكهم بخيار السلام واعطوا الوفد ثقة للدخول في مشاورات الفرصة الاخيرة لصنع السلام وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقال ان الوفد الحكومي عاد مجددا الى المشاورات لان خيار الحكومة هو السلام ونلتزم بما اتفقنا عليه ونأمل من الطرف الاخر ان يلتزم بذلك مشيرا الى انه خلال الفترة الماضية عقدت القيادة السياسية جلسات نقاش للبحث في كيفية استعادة الامن والسلام في اليمن الذي وصل لحالة صعبة خلال فترة الانقلاب على الشرعية واكد وزير الخارجية ان هذه المشاورات هي الفرصة الاخيرة لمناقشة تنفيذ المرجعيات والاتفاقات التي ترعاها الامم المتحدة والدول الرعية وان الوفد الحكومي جاء الى الكويت لمناقشة المرجعيات الثلاث التي جرى الاتفاق عليها وتم التوقيع عليها من الجميع قبل مغادرة الوفد الكويت في الجولة الاولى واكدنا اننا كقيادة شرعية سنقوم بمشاورات لكيفية تنفيذها خلال اسبوعين وعبر عن اسفه لعدم تنفيذ معظم ما اتفق عليه وقال ان اجراءات بناء الثقة لم تنفذ لذا نأمل من هذه الجولة ان يتم النقاش وفقا جدول الاعمال فيما يتصل بوقف اطلاق النار واطلاق المعتقلين وفك الحصار عن المدن وتنفيذ القرار الخاص اثنين اثنين واحد ستة بالانسحاب وتسليم اسلحة الدولة ومؤسساتها التقى وزير الصحة العامة وسكان الدكتور ناصر باعون في العاصمة المؤقتة عدن كلا من مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدا الدكتور ايمان عوض ومدير عام مكتب الصحة بمحافظة الجوف الدكتور مياز اليوسفي وجرى خلال اللقاء توقيع عقد بين مكتب منظمة الصحة العالمية ومكتب الصحة بمحافظة الجوف لدعم مشاريع الرعاية الصحية الاولية والثنوية وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية حضر التوقيع وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الاولية الدكتور علي الوليدي دارت مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني المسنود بالمقاومة الشعبية من جهة والميليشيات الانقلابية من جهة اخرى في محافظة تعز وعلن المجلس العسكري بالمحافظة عن مقتل ثمانية عشر من عناصر الميليشيات اصيب ثلاثة وعشرون اخرون خلال المواجهات التي وقعت في عدة جبهات مع قوات الشرعية ونتيجة قصف طيران للتحالف العربي لمواقع الانقلابيين فيما استشهد جندي اصيب تسعة بجروح من الجيش والمقاومة اثر المواجهات وقال المجلس العسكري ان طيرات التحالف العربي قصفت تعزيزات للميليشيات الانقلابية كانت متجهة نحو جبل كهبوب الواقع بين باب المندب وجبال الصبيحة غرب تعز الذي احررته قوات الجيش الوطني في اليومين الماضيين مشيرا الى وقوع اشتباكات عنيفة في شرق مدينة تعز ومحيط السجن المركزي والضباب غرب المدينة واجبرت قوات الشرعية الميليشيات على التراجع في الوقت الذي قامت فيه الميليشيات بقصف مناطق سكنية في تعز وعلنت المقاومة الشعبية والجيش الوطني سيطرتهم الكامل على منطقة الصراري بجبل صبر بعد مواجهات عنيفة دارت بين الطرفين افادت مصادر محلية في محافظة اب عن سقوط قتل وجرحا من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في هجوم على موقع عسكري للميليشيات في النجد الاحمر بمديرية السياني واكدت المصادر ان كتيبة مغاوير اب دشنت اولى عملياتها العسكرية ضد الانقلابيين في المحافظة واضفت المصادر ان مجموعة من الكتيبة هاجمت موقعا لميليشيا الحوثي وصالح في منطقة النجد الاحمر بمديرية السياني بالقنابل وقذائف الاربيجي وادى الهجوم الى سقوط اربعة قتلى وستة جرحا من الميليشيات كما شهدت جبهة لهمول معارك عنيفة بين ابطال المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في القطاع الشرقي للجبهة بموقع الصرية والقباضة وتمكن ابطال المقاومة من استهداف طقم يحمل على متنه رشاش ما ادى الى احراق الطقم وقتل افراد الميليشيات المتواجدين فيه اكدت مصادر ميدانية مصرع تسعة وثلاثين من عناصر الميليشيات بينهم قيادي حوثي بارز وذلك نتيجة مواجهات ميدانية وغارات لمقاتلات التحالف العربي افادت مصادر ميدانية في الجوف بمقتل مشرف الحوثيين في الخوبة على الحدود السعودية ابو رامي عيسى عمير واشارت المصادر الى ان القيادي الحوثي وهو من اهالي مدرية المراشب الجوف قتل بغارة لطيران التحالف اودت ايضا بحياة خمسة مسلحين كانوا معا وتحتدم المواجهات في مدرية نهم شرق العاصمة صنعاء وسط تقدم للجيش الوطني والمقاومة وقال المتحدث باسم المقاومة في صنعاء عبدالله الشندقي ان هذا التقدم يأتي بعد ايام قليلة من تحرير جبل القرن مشيرا الى ان الانقلابيين حاولوا التقدم الا ان قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية واجهتهم وكبدتهم خسائر كبيرة منعتهم من التقدم ميدانيا واشار الى ان المعارك اسفرت عن سقوط 16 قتيلا من الميليشيات وعشرات الجرحة فيما استشهد اثنان من افراد الجيش الوطني واصيب خمسة اخرون وفي محافظة مأرب سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة على منطقة حيد النظارة في صرواح غرب محافظة مأرب عقب معارك عنيفة ضد مسلحي الانقلابيين خلفت سبعة قتلى وعددا من الجرحة في صفف الميليشيات وفي محافظة البيضاء قالت مصادر محلية انما لا يقل عن ستة من مسلحي الانقلاب لقوا مصرعهم في قصف مدفعي لرجال المقاومة على مواقع الانقلاب في منطقة الوهبية بمديرية السوادية صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة في جبهة موريس هجوما شنه الانقلابيون على من ميليشيا الحوثي وصالح في مديرية قعطبة بمحافظة الظالع وقال العميد الركن عبدالله مزاحم قائد معسكر الصدرين قائد جبهة موريس ان الجبهة صامدة صمود الجبال ممثلة بالجيش الوطني والمقاومة الشعبية التابعة للحكومة الشرعية برئاسة المشير عبدالرب منصرهاد رئيس الجمهورية كما اضح ان الجبهة صامدة وفي تقدم مستمر نحو مديرية دمت وان تحرير دمت بات قريبا واشار الى ان عملية التسللات التي تقوم بها الميليشيات المتمردة الانقلابية لن تخيف رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وانما هذه ناتجة عن فشل وهزيمة الانقلابيين الحوثيين وقوات المخلوع صالحة المتمركزة في جبال مديرية دمت والتي تقوم بقصف سكان المدنيين بكل همجية دون رحمة او مراعاة لحقوق الانسان وفي انتهاك واضح للقانون الدولي والاتفاقات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تحرم استخدام القوة ضد السكان المدنيين في المدينة كما قدم شكره وتقديره لابناء مرئيس وقعطبة والظالع عامة ولدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والرئيس عبد الرب منصور هادي والحكومة اليمنية برئاسة احمد دكتور احمد عبيد بن دغر والاخ رئيس هيئة الاركان العامة على وقوفهم ودعمهم لجبهة مرئيس وتواصلهم المستمر بقيادات جبهة مرئيس وجبهة حمك في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع مؤكدا ان المقاومة الشعبية والجيش الوطني مستعدون لتقديم المزيد من التضحيات في سبيل الحرية والكرامة واستعادة الحرية في ربوع اليمن عقد محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي صباح اليوم اجتماعا بمدراء ورؤساء المكاتب والهيئة التنفيذ والمؤسسات والمصالح الارادية في العاصمة المواقة عدن وذلك لادارة العملية الاقتصادية والتنموية والارادية للعاصمة عدن وللتغلب على الصعوبات والتحديات التي تعيشها العاصمة والحلولة دون تفاقمها او اتساعها وقد اقر الاجتماع تشكيل مجلس اقتصادية للعاصمة برئاسة اللواء الزبيدي للمساعدة في حل الازمات الاقتصادية المفتعلة من قبل الانقلابيين وتحسين مستوى الدخل الارادي واكد المحافظ ان اجتماع المجلس سيكون في انعقاد دائم لمواجهة كافة التحديات الاقتصادية التي تواجه العاصمة المؤقتة عدن ان ابناء المحافظة عدن بمناسبة عادة البنية التحتية الخاصة بالكهرباء طبعا وبداية ترشيد الاعمار اليوم تم تأسيس واشهار طبعا مجلس اقتصادي لمحافظة عدن ليقوم بحل المشاكل الاقتصادية ومواقهات اي مترتبات طبعا للمحافظة بالمقابل تم تشكيل مجلس الخدمات والمواقهات يعني كافة المشاكل الخدماتية بالمحافظة عدن طبعا هذا تم اشهاره يعني في اطار مؤسسات الدولة الخاصة في الخدمات والقوانب الاقتصادية بعد طبعا تنسيق واخذ موافقة من رئيس الجمهورية والاخ رئيس الوزراء بعادة بناء المؤسسات وتفعيلها في العاصمة عدن هذا الدور سيكون له يعني تأسيس مقاس سيكون لدور ايقابي في حل جميع المشاكل والمعضلات يعني الذي تواجه المحافظة خاصة بعد تحريرها من المليشيات الحوذي ومخلوق علي عبدالصالح نتمنى لكل القائمين في هذه المكاتب بالتوفيق والنقاح نحيي فقام تريس على كل القهور القبار التي يقوم بها والمساعي التي يقوم بها في دعم اطلع محافظ عدن اللواع دروس زبيدي على عملية التجهيز وتركيب المولدات الكهربائية التي وصلت الخميس الماضي الى المحافظة في اطار الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اليمنية ودولة الامارات العربية المتحدة والمتعلقة بتحسين الكهرباء في عدن وحث المحافظ الزبيدي خلال لقائه المهندسين والعاملين على سرعة تركيب المولدات الجديدة بمنطقة حجيف بمديرية المعلة والحفاظ عليها لكونها ملك للشعب اكد الزبيدي ان المولدات ستساهم بشكل كبير في التخفيف من معاناة المواطنين جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في عدن والمحافظات المجاورة لها مشيرا الى ان الاوضاع في عدن تسير في الطريق الصحيح وان الايام القادمة ستشهد المزيد من الانجازات وعبر محافظ عدن عن تقديره وشكره لدولة الامارات قيادة وحكومة وشعبا على وقوفهم ومساندتهم للحكومة والسلطة المحلية وقيادتها في العاصمة الموقعة عدن لتحسين اوضاع الخدمات فيها ودع الزبيدي المواطنين الى التعاون ومساندة جهود السلطة المحلية في المحافظة وقوات التحالف لكون الحفاظ على عدن مسؤولية الجميع نظمت السلطة المحلية في مدينة المكلة بمحافظة حضرموت لقاء تحضيريا موسع لورشة العمل الخاصة بالوضع الاقتصادي والاحتياجات التنموية الذي من المتوقع عقدها اواخر الشهر الجاري بالتعاون والتنسيق مع المعهد العربية الكويتي للتخطيط وفي اللقاء اشار محافظ حضرموت اللواء احمد سعيد بن بوريك الى اهمية انعقاد الورشة والتحضير والاعداد الجيدين لها لما تمثله من ضرورة لوضع الخطط الاقتصادية والتنموية المستقبلية لحضرموت القابلة للتنفيذ والملبية لطموحات التطور والنهوض الشامل سواء لخطة قريبة الاجر الخاصة بظروف الاشكاليات الحالية الراهنة او القادمة الخاصة لما من بعد احلال السلام وتحقيق الامن والاستقرار او الخطة الاستراتيجية المستقبلية وحث المحافظ بن بوريك على الاستفادة من جميع الخبرات التي تسهم في اعداد البرامج والخطط الاقتصادية سواء من القدرات المحلية او الاختصاصيين في جامعتين حضرموت والاحقاف او الخبراء والمهتمين في المهجر وبما يمكن من وضع رؤية وخطة تنموية شاملة لحضرموت تلبي التطورة بحضرموت اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا وثقافيا وتحقيق تنمية مستدامة وبناء مستقبل امن ومزتهر للاجيال القادمة ووجه محافظ حضرموت وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء باعداد خطط مماثلة تشمل جميع الاحتياجات والمشاريع بما يسهم التسويق لها والبحث عن مصادر للتمويل وفي اللقاء تحدث عدد من المشاركين من المسؤولين والخبراء واساتذة جامعة حضرموت حول اهمية تعزيز الشراكة والعمل بصورة جادة وعملية في تحقيق المشروعات التي تلبي احتياجات التنمية والمواطنين وتم تشكيل لجنة تحضيرية للورشة برئاسة المحافظة ايضا دشنا محافظ حضرموت اللواء احمد سعيد بن بريك اجراءات التنسيق والقبول بكليات جامعة حضرموت للعام الدراسي 2016-2017 وخلال التدشين استمع المحافظ بن بريك من نيابة شؤون الطلاب بالجامعة الى شرح مفصل حول الاجراءات المتبعة والمعتمدة في عملية التنسيق والقبول الالكتروني للطلاب الرغبين في الالتحاق بمختلف كليات الجامعة مشيرين الى ان نظام التنسيق والقبول والياته عبر التسجيل الالكتروني يتيح المجال امام جميع الطلاب في الداخل والخارج في تسجيل بياناتهم بكل يسر وسهولة ويضمن الشفافية المطلقة بالاضافة الى انه يوفر الجهد والوقت للالتحاق في اي كلية حسب انظمة وشروط القبول والمفاضلة كما اطلع المحافظ على الخدمات التي تقدمها نيابة شؤون الطلاب بالجامعة من خلال عملية التنسيق عبر النظام الالكتروني والسكن الجامعي الذي تشرف عليه الادارة العامة للانشطة والخدمات الطلابية معربا عن ارتياحه للتجهيزات النوعية والاستعدادات الجيدة المبذولة من قبل قيادة الجامعة والادارة العامة للقبول وتسجيل والاستفادة من كافة التجارب السابقة كما ناقش المحافظ مع قيادة الجامعة عددا من القضايا المتعلقة بنشاط الجامعة والجهود المبذولة حاليا لبدء الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الفين وخمسة عشر الفين وستة عشر الذي ينطلق اليوم في جميع كليات الجامعة وتدشين عملية التنسيق والقبول للطلاب الجدد بالكليات بكليات الجامعة للعام الدراسي الجامعي القادم أكد مدير مكتب الصحة والسكان بعدنا الدكتور الخضر ناصر لسوار البدء في العمل بمركز نقل بنك الدم وأبحاثه بعد توقف دام أكثر من سنة بسبب الحرب وقال الدكتور لسوار إن مركز نقل الدم وأبحاثه يعود العمل من جديد بعد توقف دام أكثر من عام بسبب الحرب وأكد أن المركز يقدم خدماته لكل أبناء المحافظة في المستشفيات الحكومية والخاصة وبشكل مجاني لجميع المرضى وشكر منظمة أطباء بلا حدود والهلال الأحمر الإماراتي لتقديمهم الدعم للمركز من خلال دعمهم بالمحاليل اللازمة لعمل المركز من جانبه قال مدير مركز نقل الدم حنان حسن عمر بأن المركز يقدم خدماته للمرضى بشكل مجاني مؤكدة بأن مركز نقل الدم هو المركز الوحيد في محافظة عدن والذي يقدم كل أنواع خدمات الدم التي يحتاجها المريض علما بأن المركز يقدم خدماته مجانية من دم ومكوناته من بلازمة وصفايحة دموية التي بأمس الحاجة لها مرضى سرطان والفشل الكلوي وكذا أمراض الدم العمل في بنك الدم وابحاثة مركز بنك الدم وابحاثة لمحافظة عدن والذي هو ان شاء الله سوف يقدم أبناء هذه المحافظة في كل المستشفيات الحكومية هذا المركز الذي هو مركز مجاني ويعنى بخدمات نقل الدم ومشتقاته بشكل عام كما نعرف أنه عندنا شحاق خاصة في المحالة الطبية أيضا في المتبرعين ولذا بأن هذا المركز إن شاء الله بيقود كثير من الطيبين والأخوان في الأطباء بلاحظة تقاموا أيضا بدعم لعادة تشغيله الأخوان في الإلال الأحمر الإماراتي أيضا قدموا ونحن أيضا منتظر المزيد منهم لأنهم أيضا كانوا معنا على موعد بتقديم كثير من التسهيلات لهذا المركز الذي هو مركز مجاني ويقدم أبناء المحافظة المحافظة المجاورة وأيضا بحاجة إلى ميزانية تشغيله العمل إن شاء الله دشي اليوم وإن شاء الله سيستمر العمل على مدار الساعة في هذا المركز بتكليف من محافظة عدن عيدروس الزبيدي قام الأخ فهد مشبق مدير عام مديرية المعلة بالنزول لمؤسسة المياه والصرف الصحي والاستماع إلى مطالب العاملين والمضربين فيها وقد استمع مشبق والنقابة العمالية في المؤسسة إلى هموم العاملين في المؤسسة من جانبه أكد مدير المعلة مدير مديرية المعلة فهد المشبق أنه سيعمل على نقل مطالب العاملين لقيادة المحافظة لوضع الحلول لها وبشكل جذري كما تفقد مدير عام مديرية المعلة فهد مشبق صير العمل في تركيب المولدات بقوة عشر ميجا في محطة حقيف بالمديرية وخلال الزيارة طلع مشبق من قبل مشرف الموقع المهندس عبدالله عبادي والمهندس ياسمين وزير مديرة محطة خور مكسر على الخطوات التي تقوم بها الفرق الفنية التابعة لشركة جلوبال العالمية لتركيب المولدات في المحطة وأكد المهندس عبادي أن الشركة ستتم عملية التركيب وتجهيز المحطة خلال عشرة أيام وأن العاملين في المحطة سيتلقون دورات سريعة ليتمكنوا من تشغيل المحطة رافقه في زيراته كريم منير رئيس لجنة التخطيط بالمديرية دشن الآخ عوض مشبح مدير عام خور مكسر حملة الرش الضبابي لمكافحة البعوض الناقل لحم الضنك والتي تستمر لمدة ستة أيام ترافقها حملة توعوية وإرشادية تستهدف التجمعات البشرية في خور مكسر وقدم مشبح شكرا وللقائمين على هذه الحملة وطاقم فريق العمل ومكتب الصحة العام والسكان ومنظمة الصحة العالمية وتشمل الحملة جميع الأحياء في المديرية وتجمعات المياه الراكدة وخزنات المياه المكشوفة وإطارات السيارات التالفة حضر التدشير الدكتور عارف أحمد علي مشرف الحملة والهيئة الإدارية للمجلس المحلي وعدد من الشخصيات الاجتماعية وشباب المقاومة بهذا الخبر مشاهد الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة قدمت لكم من قناة عدن الفضايا نعود لنذكر بها برز ما جاء فيها رئيس الوفد الحكومي يؤكد أن الحكومة تمد يدها للسلام من أجل استعادة الأمن والاستقرار في اليمن ووقف نزيف الدم مقتل وجرح عددا من عناصر ميليشيا الانقلاب بمحافظة تعز والميليشيات ترد بقصف الأحياء السكنية الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يسيطران على مواقع جديدة في محافظتي الجوف مأرب ومقاومة البيضاء تدك مواقع الانقلابيين بالمدفاية ختام النشرة أجمل التحايا وأطيب المنا من طاقم العمل جميعا دمتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة